تثبت بقى مادم اتكلمنا عن كأس العالم وكلام ده كله اتحاد الدولي اعلن ان هو باع 800 الف تذكرة لكأس العالم حتى الان وبعد اما اتعملت القرعة بيفتح الباب برة تانية لمجموعة اخرى كبيرة من التذاكر وعملين بقى تصنيف للتذاكر في تذاكر لمباراة واحدة تستطيع ان انت تاخد تذكرتين في يوم واحد لانه قطر زي ما انتوا عارفين مساحة مش كبيرة والملاعب قريبة من بعضيها ممكن ماتش ده بيتلعب الساعة كذا ده بعده ب3-4 ساعة تخلص الماتش ده تاخد تذكرتين وترون وهكذا يعني وفي ماتشات لمجموعة بعينها وفي ماتشات متنوعة يعني هو عامل مجموعة من التذاكر المختلفة التوجهات وهيعرضها الفترة الجاية ويتوقع انه هو هينتهي تماما من بيع جميع تذاكر كأس العالم في نوفمبر القادم ان شاء الله في الدوحة واذا من قلت بكده وبؤكد الدوحة ستقدم لنا بطولة كأس العالم رفيعة المستوى ما شاء الله عندهم ملاعب حدث ولا حرج ملاعب على اعلى اعلى مستوى وشفناها في كأس العرب ما شاء الله من ناحية المنشآت المدرجات نجيلة الملعب المرافق الملحقة بيها التجهيزات ملاعب التدريب المواصلات المطارات كل حاجة الفنادق طبعا حدث ولا حرج وده شيء عظيم انه كأس عالم تتلعب في دولة عربية شيء يشرفنا ويفتح لنا الباب احنا عندنا في مصر هنا امكانيات عظيمة جدا ان احنا ننظم كأس عالم عندنا اعظم ملاعب عندنا مرافق عندنا فنادق عندنا مطارات عندنا مواصلات عندنا كل شيء بس البداية لانه البعض قال لك ايه هو معقولة قطر تاخد كأس العالم وامريكا بتنفسها ما تاخدش اه يا اخي ليه لا اه يا اخي ليه لا ليه لا يعني يعني ليه دايما احنا ده على يعني بيقولولي على الواتس ولا مش عارف على ايه على الفيسبوك ولا مش عارف حاجات كده يعني وبعض اللي برضو الجهابزة يعني عادي جدا دولة عربية عندها امكانيات عظيمة ليه ما تاخدش ما تاخدش ايه المشكلة يعني وزي ما انا قلت ده يفتح باب للعرب ان هم يقدروا يقدموا بعد كده لما هتنجح ومتوقع ان هتنجح نجاحا باهرا قولا وحيدا والبروفا كانت في كاس العرب ما فيش اجمل من كده يعني ان هتفتح باب ان شاء الله للعرب اخيرا كاسل العالم طبعا القرعة بتاعته اكيد كلكم تبعتوها دي ملاعب قطرة في البطول العربية شوف الجمال حاجة تحفة يعني حاجة تحفة وطبعا شركات عالمية بتنفذ يعني شركات عالمية بتيجي بتنفذ فهتاخد حاجة من الاخر عشان يكون وقعين في الشك طبعا ان التكنولوجيا العالمية متطورة ومتع يعني واكثر يعني انتاجا وابهارا في الاداء طبعا 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 وبالتالي هتلاقي كل شيء ميسر في هذا الامر ترجمة نانسي قنقر